العاشر من أيلول المقبل موعد عقاد الانتخابات النيابية في الأردن مرحلة جديدة من التحديث السياسي يعتمد المتنافسون فيه على تمثيل الأردنيين عبر أحزاب سياسية برامجية إصلاحية هناك بصيص أمل واضح لا سيمة وأننا نحن أمام تجربة حزبية مهمة هناك 41 مقعد مخصصات القوائم الحزبية وبالتالي هذه التجربة يعول عليها الكثير وصولا إلى أحزاب برامجية مهمة هذه الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب تكتسب أهمية استثنائية لكونها تأتي بعد عملية إصلاح سياسي واسعة في البلاد الانتخابات هذه مختلفة عن أي انتخابات سابقة لأنه 100% سيكون هناك في أحزاب مشاركة بسبب وجود هذا النصف القانون 30% من مقاعد البرلمان وعدده 41 مقصصة للأحزاب بالدائرة العامة وهي نظام الانتخابي القائم النسبية المخلقة وهذا دفع إلى حراك من يوم ما انتهت عملية تصويب الأوضاع وإنشاء أحزاب جديدة حوالي سنة كان هناك حراك حزبي من أجل جذب الناس وتشكيل هذه الأحزاب القوى السياسية والحزبية لم تخفي رغبتها وجاهزيتها لخوض هذه التجربة الجديدة خاصة وأن العديد من المواطنين يطالبون بتغيير حقيقي في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي بشارك بالانتخابات بيعطي فرصة لتغيير الوضع الاقتصادي بيعطي فرصة لإيجاد فرص عمل جديدة تغييرها الأوضاع شوي وإن شاء الله وإتمنى المرة هاي نشوف وجوه جديدة مفروض أنه يكون فيه تغيير يكون فيه مشاركة شبابية أكتر فاهمين على وضع الشارع لأنه وضع الاقتصادي خلال هاي الأربع سنين ما كان فيه أي تغييرات جذرية قانون الانتخاب الجديد خصص 41 مقعدا للقوائم الحزبية من أصل 138 مقعدا بينما سيتم منح الأحزاب 50% من المقعد النيابية في انتخابات عام 2028 وصولا إلى حالة يكون فيها معظم التمثيل البرلماني محصورا بالأحزاب السياسية حراك حزبي متسارع في الأردن بعد تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب كخطوة أولى لتفعيل دورها في الحياة السياسية والبرلمانية وبما يفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية في المستقبل تمثل مختلف أطياف المجتمع الأردني نيف الرقاة الغد عمان